كلما اقترب الخامس عشر من أيار كلما ازدادت حماوة الانتخابات وكلما اقترب اغلاق صندوق الاقتراع في كل المناطق اللبنانية كلما ارتفعت الشعارات والتصاعد الخطاب السياسي من هنا فإن على الناخب اللبناني اللا ينغش كثيرا أو قليلا بالكلام المنمق وبالشعارات الكبيرة فعند الاسحقاق الكبير على الإنسان اللا يختار من يتقن الكلام فقط بل من يكون قادرا على الفعل انطلاقا من مبدأ قولنا والعمل والعمل في لبنان حاليا ينبغي أن يرتكز على أمرين أو مبدأين الأول تركيز السيادة اللبنانية واللبنانية فقط على كامل الأراضي الجمهورية والثاني محاربة الفساد والبدء ببناء دولة القانون والمؤسسات إنهما المعياران الذين ينبغي أن يتحكما في اختيار المرشحين فالبلد في أزمة وجودية وينبغي أن يكون للسياديين القرار الأول فيه والبلد يعيش انهيارات مالية واقتصادية واجتماعية وينبغي أن تكون للإصلاحيين الكلمة الأولى فيه لذلك أيها اللبنانيون وطنكم بحاجة إليكم والواجب الانتخابي يناديكم شاركوا بكثافة في الانتخابات فأصواتكم هي سلاحنا الشرعي لانتعبون وانتعبا